هاجه اسأل سؤال ايه هي العلامات اللي تقول انه حسب ده في العلاقات السوية المتوزنة انه نقدر نحكم انه الرجل ده رجل مهمل او ان الست دي ست مهملة اه اذا عملوا ايه هقولك اذا ما عملوش ايه طيب لما تسمعي كلمة عادي ما خدتش بالي لا انت مزوداها لما تسمعي كلمات دي كتير في اي بيت تعرفين في نسبة اهمال في مؤشرات للإهمال الإهمال اصله عامل زي ربنا عافينا ويعافي الناس كلها عامل زي الكنسر حاجة كده ملهاش اعراض في الاول لو لها اعراض في الاول هتاخدي بالك هنختلف هنتخانق بالضبط هنتخانق من اولها يبقى فيه مؤشر يقلقك من الاول انما الإهمال بيجي تكة تكة وجودك مش مشكلة اختفائك مش مشكلة هدومك مش مشكلة اكلك مش مشكلة مشاويرك مش مشكلة رايحة للدكتور مش مشكلة تلاقيها ظهرت الاول فأعراض بسيطة قوي واوقات احنا بنساعد اللي قدامنا انه يهمل ايوه اولينا بقى على احنا بنقع في ايه ايه الغلطة اللي تقع فيها ايوه انك تقبلي الاهمال بالاول وتقولي ايش ماخدش باله المرة دي اه تلتمس الاعذار ومش عايزين نخلط ما بين اني التمس الاعذار واني اسمح له يهمل فالعلاقة تسوق هي بتلتمس الاعذار عشان الدنيا تمشي ومتعملش المشاكل التمس الاعذار لما يكون انا رايحة الدكتور المتابعة بتاعت الحمل بس مش مشكلة يا حبيبي انت في شوء انا هاخد ماما المرة اللي بعدين هاخد والتي ايه حضرتك قلتي جملة وما كملتيهاش مش مشكلة انت في الشغل اه بس مش قاعد على القهوة وتتفرج على ماتش تمام انت بتعمل صح في الشغل اه التمس طبعا العذر رجل في شغله وانا مع الدكتوري في وسط معاد شغله مش متوقع او يعتبر يعني فعل فيه كثير من الاستثناء انه استأذن من شغله او ياخده اليوم اجازة عشان يجي معايا لمتابعة انما ممكن ياخد اليوم اجازة عشان انا مثلا بولد مثلا طبعا تمام انما طبيعي ان انا انزل اروح متابعة الدكتور مع امامتي وهو قاعد في البيت ممدد على الكنبة هي هنا بقى عودته على ان هو ما بيقومش بالالتزامات اللي عليه ومسؤولياته وبشكل الاهتمام اللي مطلوب منه اللي هو مسؤول عنه بالمناسبة عودته على كده وبعد كده تيجي فجأة تشتكي لما تلاقي اصل صاحبتها جزها بيروح معاها وبيعملها وبيوديها وبيجيبها فتبتدي تفتكر ان هي تمادت في انها ثابته برقيقة ومش عايزين برضو وهنا نخلط ما بين المسؤوليات الأساسية اللي من أساسياته يعني مسؤوليات الراجل وبين الأكستراز اللي فيها اهتمام زي الهدايا المجاملات ان انا انزل اوصلك مشوار ارجعك من مشوار احنا هنا بنتكلم في الأساسيات اللي هي ايه ان انا اصاحبك لقدر الله في مرض دي من أساسيات الصحبة حلوة كلمة وصاحبك دي احنا هنا الست يعني يتقال عليها الصاحب صحبة احنا أساس خلقنا انتي ما خلقتيش عشان تنزلي وتشتغلي وتشيلي مع نص البيت ياريت احنا بقى بنعمل انتي خلقتي للأنص والصحبة ستنا حوى خلقت في الأساس للأنص والصحبة طبعا وصاحبتيه ده وصف الزوجة حقيقي هو كلم انها زوجة وكلم انها صحبة وده فهي ده جزء من تكوينها ده الأساسي في تكوينها صحيح طيب هل الاهمال معناه انه الحب توقف ولا معناه انه الطرف التاني بقى مضمون بالنسبالي ولا معناه انه ده الاصلة عندي بس انا كنت بزيف مشاعري في الاول او كنت لابسة قناعة الاهمال معناه ان علاقتكو متوعكة انا بسمي العلاقات زي البناء قدين بالزبط بتصح وتمرد ده معناه ان علاقتكو عندها دور برد ممكن تسمحي لدور البرد يفترس جسد في موته وممكن تعالجيه بسرعة وتدي فيتامينات ومضادات حيوية وزي الفل وتصحي وتبقي زي الفل تاني يوم حسب المرحلة اللي هو فيها برافو عليك حسب المرحلة اللي بتكتشف فيها عندك دور برد ايه الحاجات اللي بتخلي العلاقة بقى تبقى في العناية المركزة بقى اما ان عاش ايوة اذا عاشت العلاقة او مات جزء منها اللي ايمان كانت لسنا بتتكلم فيه الضمان احنا لما بنضمن احيانا بنهبل كنا بنتكلم في العالة وده مش موجود بقى في فترة الخطوبة في فترة الخطوبة احنا مش ضامنين احنا الاتنين مكتوبين بالقلم الرصاص انا ممكن بكرة الصبح اقولك ايه دبلتك هي امور وشكرا جزيلا وما فيش نصيب وخلينا صحاب لو فاكرين الكلمة دي وبيبقى صحيحة الاتنين بيحبوا بعض يبقوا صحاب بعد كنا عشان نبقى صحاب نصب بنمثلها بس هتعمل مشاكل كتير فالصح لما بيكون في ولاد بيبقوا صحاب فعلا بيبقوا شركاء في الولاد بس ما يفعش بقوا صحاب لا هنا مش صحاب يعني في حاجة بيتكلم ساعة الانفصال او الطلق وفي ولاد لا انا بتكلم عموما قبل انه كان في حب بينهم يبقوا صحاب بعد كده انا بقى اتقد لا صح وانا بقول لا لانه لو كانوا نفعوا صحاب كانوا يكملوا مع بعض واغلب الابحاث بتقول انه لا لانه بيفضل فيه رواسب بقايا من شيء مضى ما احنا معرفنا بسي مونة قال الكلب حلو اويد الوقت لو عرفوا يكونوا صحاب كانوا يكملوا مع بعض برغو عليك لا على فكرة في نفس ما بيكملوش بس ينفعوا يبقى صحاب ممكن جدا تبقوا صحاب بس ما تنفعوش ازوج بس انتي قلت ما ينفعش عشان فيه سبقة حب للاتنين دول انما لو ما فيش سبقة حب ممكن انا ومثلا وحد من زمالي في الجامعة ننفع زمال جدا بس ما ينفعش شركاء حياة اه طبع بالزبط تمام ننفع نشتغل مع بعض ننفع نتزمل في دراسة ننفع قرايب مثلا ولاد خالة ولاد عام انما مش كل راجل وست ينفعوا ازوج طبعا برجل